التقل أمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد برئيس الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين في المناطق المحررة دكتور نجيب الصعدي وناقش اللقاء عددا من الملفات والمشاكل التي تهدد النازحين واستعرض العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين بمحافظة أبيان وبحث اللقاء وإمكانية تحديد أرضية مناسبة لقامة مخيم مركزي لنقل وجمع أكبر قدر ممكن من النازحين لحمايتهم من الانتهاكات وانتشار الأوباء والأمراض الفتاكة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتقديم الرعاية الصحية والنفسية وأشار الدكتور الصعدي أن عمل الوحدة التنفيذية لا يغتصر فقط على النازحين بل المقيمين كذلك نظرا لما مرت به المحافظة من حروب ومن جانبه أكد العمين العام استعداد السلطة المحلية بالمحافظة مثلا بمحافظة المحافظة للوارد أبو بكر حسين لتوفير أرضية لإقامة مخيم مركزي للنازحين ولتقديم العون وتسهيل مهام الوحدة التنفيذية لإدارة شؤون النازحين